أكدت وزارة المالية زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها وذلك بعد حدوث التغييرات التي طرأت على سعر الصرف الهملة وأكدت الوزارة أن السعر الجديد سيتم العمل به حتى نهاية الشهر الجاري من جانبه قال أحمد فرغل أن ينسر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه على وزارة المالية أو البنك المركزي تثبيت سعر الدولار الجمركي لمدة معينة لا تقل عن ثلاثة أشهر ليكون له مردود إيجابي في استقرار السوق سلس مصباح البعض يرى أن هناك إزدواجية تثبيت سعر الدولار الجمركي لـ 17 جنيها في ظل قررت البنك المركزي بتحرير سعر الصرف العملياني ما هذه الإزدواجية؟ هو ما فيش تضارب وبرضو أنا بلاحظ أننا الحقيقة عندنا قدر مش بطال من العشوائية حتى في المطالب اللي حصل أنه أول ما بدأت تحرير سعر الصرف الجماليك عشان فيها شغل كل يوم فقالت خلص هنتعامل يوم بيوم بمتوسط الأسعار اللي هتجلنا من البنك المركزي عند تخليص أي شحن يعني في اللحظة دي البنك المركزي بيقول السعر كذا يعني اللي هو واخده من إجمال التعاملات في البنوك هنقول للمستوعد قد السعر كذا كذا فالمستوعدين اشتكوا وقالوا أنه ده بيعمل خلل في المراكز القانونية بين المستوعدين وبعضهم البعض واحد أنا بيقول أنا إحنا الاثنين جايبين صفقة أنا قدمت الوقت النهار ده قال لي لأ ده أنت ناسك الخدم من الأستاذ عفتاح وتفوت على الأستاذ علي هخد اليومين تانين يبضاء على يومين أنا مالي الزنبي فيهم ممكن السعر يضايق فطالبوا بي تثبيت السعر لفترة ماشي استجابت وزارة المالية وقالت نسبة السعر لشهر قالوا لا الناس قالوا ده مدة طويلة خليه أسبوعين فده عمل مالوش علاقة الحقيقة هو الوزارة المالية ما بتعملش سعر إيه من فراغ هي بتاخد متوسط التعاملات في الخمساشر يوم الماضية وتاخده هو أساس ليه الخمساشر يوم المقبل ليه من ينفعش نخليه ثلاث شهور يعني هو ينفع ومن ينفعش لو خلنانا ثلاث شهور المخاطر هتبقى عالية ولازم واحد يتحملها بمعنى إيه أنا مثلا إيه وزارة المالية قلت حخليه سبعتاشر جنيه في الثلاث شهور اللي جايين إيه فردتالي يوم بقى بتسعتاشر مش عادي في عشرين نزل خمستاشر فالناس يهمة تكسب يهمة تدار فمين اللي هتحمل التكلفة دي في حاجة اللي خسارة المالية لما تخسر أو اللي حساب المستويدين أو المستويدين هم اللي يخساروا ليه حساب المالية ومين حيتقبل الظلم ده فعنا بنقول الفترة الدقيقة بتخلي السعر ده حتى لو حصل هبوط أو صلوط فيه حيبقى مسافة قريبة يعني بالعكس ده الأفضل أنه يبقى مسافة أقال لكن زي ما بنقول فترة الأسبوعين فترة مقبولة ونظن أيضا أنه يجب على المستويدين في مصر أنهم يعكسوا السعر ده على الأسعار بشكل برضو أمين ودقيق يعني مش عشان ما كان قبل كده بستاشر وشهور بقى سبعتاشر أقول لك يا شفتوا الدولار غلي إيه ضرب 20% 30% زيادة كمان في السلع اللي هي مشى عليها أصلا يعني لازم يسمع في التكلفة بشكل أمين ودقيق على كل حالة والاستقبل